السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب النهاردة ان شاء الله وصفة قديدة وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض سنية بطاطس بالفراخ حاجة كده واهم طعمها زي السكر ان شاء الله هتجرب الطريقة بتاعتي وتعجيبك جدا جدا الفراخ كده مستوية ودايبة دوب وبطاطس ما شاء الله عليها متمسكة وطعمها لذيذ جدا جدا ان شاء الله هتجربيها بجد طحفة 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 يلا بينا نصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ولو الفيديو عجبك وننسيش تحطي اللايك على الفيديو ويلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا ونشوف اول حاجة هنعملها ايه اول حاجة معانا الصينية على عين البتجاز هروح جاية حتى شوية زي السغيرين وبعد كده رح جاية كمان حتى مكعب زبدة ممكن تعلم مش عندك مكعب زبدة تحطي معلاء السمنة وهبدا كده قلبهم مع بعض لغاية لما يسخلوا معايا تمام وبعد كده نبدأ بقى ومتسخن كده معينة الزبدة والزيد انزل عطوب بالفراغ بالنسبة للفراغ طعم مخصولة كويس جدا ومنقوعة في اللمون ومخصولة بالملح والكلام ده كله وبعد كده شرفطها بالمية وصفتها في المصفى عشان ما يبقاش فيها اي مية وانا بحطها كده ايه في الصينية بتاعتي هروح جاية بعد كده بقى روش عليها رشة ملح كتب بلها تمام وبعد كده كمان هرش عليها شوية فلفل اسود وانا تلوقتي بقى هاديها صدمة كده على نار عالية عشان خاطر بتنزلش المية بتاعتها ولا اي حاجة اول لما تاخد صدمة من الوش اللي تحت هجاء قلبها على الوش اللي فوق كده عشان هو كمان ياخد ايه صدمة معنا الحركة دي حلوة او بتخلي الفراغ معاك كده طعم معا زي السكر كده وتبقى كده متبلة وزي الفل وتدي طعم حلوة اول كمان ايه سنية الفراغ هرش برضو عليها شوية ملح وفلفل اسود بس كده مش حط عليها اي بهرات تانية البهرات التانية نحطها في حاجات تانية ماشي اهو انا كده بتبقى بس الفراغ عشان تبقى معاك متبلة ما تبقاش طعم معاك كده اين فهاش ملح وفهاش في القيس وفهاش اي حاجة لا تبقى متبلة معاك تمام او من الفراغ كده تاخد صدمة وتاخد لون جميل كده زي ما انت شايفها هروح جاي قلبها على الوش التاني وتبقى كده خلاص جهزة معاك وزي الفل هطف عليها بقى البدو جاز وتعالي بقى نشوف الخطوة التانية هنعمل ايه معانا هنا هنا الطبع هروح جاي حاطة فيه فلفلتين نارومي مقطعاهم زي ما انت شايفة كده حاطت عليهم كمان بصلية كبيرة مقطعاها برضو طرنشاط ومعلقة توم كبيرة وكمان معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل اسود وكمان كمون وكمان معانا كمان معلقة برضو كسبرة كل ده بمعلقة الصغيرة تمام بعد ما حاطت كل البهارات على البصة والفلفل وانت تقليبها كده بتشم الريحة بتاعتها تحفة 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 هروح الجاية بقى حط عليها البطاطس بطاطس كنت بقى الطعام كشرايح كزا ما انت شايفة وكنت غسلها كويس جدا لمصفيها هبدأ بقى قلبهم كده مع بعض عشان خطر اتبقي البطاطس يبقى كده كل حاجة معايا متتبلة هقلبها كده وتبقى جاهزة معايا خلاص اول ما قلبها كده تقلبتان يبقى كده خلاص تمام البطاطس كمان جاهزة معنا تعالي بقى نروح على عين البتوجاز ونشوف هنعمل ايه تاني هنا طبعا رجعنا هو على عين البتوجاز راح جايح حط عليها البطاطس بص او ما بتحط البطاطس كده والفلفل والبصل والكلام ده كله بتشمي ريحة طلعها باسم الله ما شاء الله حاجة كده وهم والله العظيم يا جماعة ريحة تحفة تحفة فعلا فعلا تستحق التجربة بجد جربوا الطريقة دي حلوة قوي قوي هبدأ بقى طلع كده الفراخ على الوش بطاطس عشان عايزها بقى تاخد ايه لون كده من الفرن كده من الشوية ممكن طبعا تسويها كده خلاص على البتوجاز بس انا حابة دخلها الفرن هتلحها كده تمام بص او من بطاطس كده بتنزل كده والبصل الكلام ده بيا سلام علي ريحة تحفة وهنا بقى معنا عصير الطماطن هحطه كده على الوش كده بالشكل ده تمام طبعا كل ده لسه محطناش المعلقة السحرية اللي قلتلكم عليها اللي هتخلي البطاطس معاكي طعمها لزيز جدا ومسكرة كده وزي الفل وحطت عليها كمان كوب بيت مية تمام وهنا بقى معنا بقى المعلقة السحرية اللي بقولك عليها اللي هتخلي البطاطس معاكي وداخدش وقت وسحرية وجميلة جدا معلقة السكر معلقة صغيرة سكر ما تخفيش مش هتبان خالص في الاكل حطيها وعلى ضمانتي وقليلي رأيك اي انا عاملة كيلو بطاطس وديكي شايفة الفراخ والخضاء اللي نحطيته اعملي نفس الطريقة بالزبط تمام هسيبها بقى نارة عالية كده وبس طبعا الاول حط لها الملح وحط لها شوية فلفل قسو الصغيرين جدا جدا يعني حاجة منذكرش كده وبعد كده بقى هغطيها واسيبها بقى هسيبها كده غلويتين كده وتدي كده مع بعضيها كده وبقى استوي الفراخ تستوي هي الفراخ عمدها خلاص داخت في السيوة فحطها في الفرن وتاخد الوش الجميل بتاعها كده وبعد كده تاخد الوش الجميل بتاعها وبعد كده ان شاء الله ان تطلعها يعني هي قعدت معاها في الفرن ساعة هنا بقى ما طلعتها بقى بقى بصي ما شاء الله عليها واخده وشي كده جميل والفراخ ما شاء الله طعمها طحفة ومستوية وزي الفل ان شاء الله جربت تلات تاعتي وتعجبت جدا جدا سهلة وبسيطة واخليتش منها وقت خالص ومعلقة السكر فعلا بتفرق جدا جدا كحتى في الحموضة بتاعت الصلصة او حتى في الفراخ بستيو بسرعة والبطاطس ما شاء الله عليها متماسكة ومستوية بصي كل ده بسم الله ما شاء الله حاجة كده ولا اروع من كده ان شاء الله هتجربت تلات بتاعتي وتعجبك سهل لو بسيطة ما خياتش مني وقت خالص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة